بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل السلسلة اللي احنا شغالين فيها لنشرح فيها البيوان ونتكلم حاليا على اولا بحب ادوه تاني عشان اللي ما شافش الفيديوهات القديمة ان دي ملك شركة اسمها موبايل فش وانا واخد منهم اذن اللي انا ايه اخد منهم دي واشرح عليها اه فدي المرة التانية اول ثلاثة لانا بشكرهم وبرضو الناس اللي لسه داخل على الفيديو جديد تكون عارفة المصدر يعني مصدر دي اتمنين يعني اه الجديد اللي هنتكلم في النهاردة اه هنتكلم على احنا قلنا لو تفتكر كده ان في حاجة اسمها ايه اللي هو اول وكلاس سي اللي هو وكلاس بي اللي هو ايه بيكن اه تعال بقى نتكلم عنهم بنعرف يعني ايه اول ويعني ايه اه اه ويعني ايه البيكن ويعني ايه كونتينيوس اه اه قال لك في في اللايسنس دي ان الاول يعني هي كلمة اول معناها ان هي موجودة في البيكن وموجودة في الكنتونيوس دي اتمنى كلمة اول يعني اللي هي مش معنى اول انها فقى كل حاجة لأ اول ان السيرفز اللي موجودة في اول موجودة في بقية الايه الكلاس الثانيين فده هيهمك جدا انك تعرفه عشان لما تيجي تشتري جهاز تبقى انت عارف اه هو ايه من الضبط يعني انت هل هو اول ولا بيكون ولا كونتينيوس مش تشتري كده انت مش عارف عن ايه اصلا اول وعن ايه بيكون عن ايه كونتينيوس اه انا اظن في رسمة هتوضح الموضوع اسهل من ده ايوة اه كلاس ايه بيقول لك في الرسمة دي هنفترض ان النود او بعت ايه ترانزميشن فهو بيبعت ترانزميشن وفي نفس الوقت بتفتح له اتنين ويندوز اللي اتنين ويندوز دولا اللي بيستقبل فيهم من الايه اللي بيستقبل ميهم الرسالة من من التأكيد من الاقرب ايه اه جيتوي يعني انا بعت رسالة من الايه من النود بعتنا رسالة من النود فده معناه ايه معناه ان انا لازم افتح اتنين ويندوز عشان استقبل اعرف ان انا ايه هيجيلي منين من 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 فهنفترض ان هو جات له مسلا هيفتح بعد واحد هقوم فاتح الايه استنا جال لي رسالة تأكدية من ولا لا ما جات لهش يفتح التانية جات له في جات له ولا ما جات لهش جات له هنا مسلا خلاص اوكي لو جات له في واحدة من الاتنين هينجليكت التانية يعني اللي جيله الاول هينجليكت التانية يعني لو ما جاتش في واحد هيبص على تتنين لو ما جاتش في تتنين لو جاتش في ار اكس اتنين هيجي هيبص على ايه? على ار اكس ايه? على واحد اللي هي الوندو ايه? الاول هاني. ودي اسمها ايه? الاول. واقول ليه? لانها موجودة في كل مين الكلاسس التانية. يعني ده ابني اتكلم الوقتي ان فيه آآ رسالة هتيجي منين بعد ما اعمل الرسال بعد ما النوت يبعت رسالة للجيتوي هيجي له رسالة من الايه? من 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 اللي اللي وصل له الرسالة. رسالة تأكدية ان هو وصل له. فعشان يفتح له بقى واحد واندو اتنين. عشان ايه? يأكد ان هو ايه? هيستلم فيهم الرسالة. طب لو ما وصلش في واحد وفتو اتنين ده معناها ان ممكن يكون في فليا الحصل وما وصلش للرسالة لمين? للجيتوي. لكن لو وصلت في واحد خير وبركة? ما وصلتش في واحد نبص على ايه? على الاتنين. الكلاس بي اللي هو البيكون. آآ بيكون ده بيعمل يعني هو نفس يعني بقول لك شوف لاحظ هنا ان الكلاس ايه موجودة برضو? يعني هيبعت واحد. هيبعت رسالة. وهيفتح واحد وار اكس ايه? اتنين. واحد وويندو اتنين. آآ آآ بعد كده يقوم فاتح كمان طب هم مجاش هنا ولا هنا. لا هيعمل كمان ار اكس ار اكس. يعني بفتح يعني بفتح اكسترا ويندوز. يستقبل عليها الايه? يستقبل عليها التأكيد اللي هيجي منين من الجيتوي. طب ده من خلال ايه بقى مفتوح كده على طول لا. هو محدد بيكون. يعني منارة هنا ومنارة هنا بيكون هنا وبيكون هنا. فترة زمنية هنا. خلال الفترة زمنية المحددة ديا. البيكون ده بيكون تايم سابت ومعروف. ايه بيعوى كده باستناها يعني جالي منه لما جاليش وافتح وافضل فتح ويندوز اكسترا ويندوز فوق الواحد والاتنين بحيس ان ممكن يجي للرد هنا او يجي للرد في التي ده او يجي للرد في التي ده او يجي للرد في الطايم ايه? في الطايم ده. اه الكلاسي نفس برضو الكلاس ايه? نفس القصة عشان كده سميه هيبعت برضو هيبعت رسالة للايه للجيت وي ويفتح ويندو واحد واتنين جيف واحد خل وبركة جيف اتنين برضو خل وبركة وبعد كده هيقوم فاتح ايه مفتوحة عشان كده اسمها مفتوحة برضو لحد امتى? لحد الارسال التاني. يعني لما ابدأ ابعت مسلا درجة الحرارة مسلا ببعتها كل تلات دقايق او كل خمس دقايق. هيفضل فاتح تقول له ايه? الخمس دقايق دي مستني التأكيد الرسالة لقبلها. جات له خل وبركة ما جادوش هفضل ايه? فتح ايه? بتاعي. لحد امتى بقى? لحد ما يبعت الاشارة الايه? الجديدة. يبقى ده الايه? الطايم بتاعه لغاية ما يبعت الاشارة الايه الجديدة. اه دي لازم تكون انت فاهم ما تشتري جهاز لازم تكون عايز شغال على اي كلاس عشان ما مشتغلش عمياني. لازم تكون فاهم السلسر بتاعك شغال على اي كلاس وعشان ايه? اه تكون فاهم الدنيا مش هزاي وتعرف تعمل السيتنج بتاعتك مزبوط. تمام. اه هي دي اتي ممكن دي ات بشرح فيها بس الكلاسز قصيرة شوية. اه في بقى بعض المعلومات بيقول لك ايه? الكلاس سي. مفيش ما بتحتويش على كلاس بي. يعني 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 لاحزنا ان كلاس سي بتحتوي ايه? كلاس ايه وكلاس بي بتحتوي برضو كلاس كلاس ايه. لكن كلاس بي وكلاس سي ما بيحتويش بعد حاجة ودي حاجة تانية خالص. ما نعلمش دعوة ببعض. ما يعرفش نقول هنا نحط جنب كلاس سي هنا ايه? كلاس بي مسلا نحط هنا كلاس بي لا. خلاص اللي هو كلاس ايه بس اللي في يعني هو الحاجة المشتركة اللي بينهم هو كلاس ايه? كلاس ايه. خش على الايس اللي بعدها. اه. هنا بقى يعني طبعا دي اتفضيحة لو اي مهندس اتصالات او تحكم او والله حتى لو حد خدك سنوية عامة فدها ما يعرفش يعني 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 ممكن عايزة مهندسة اتصالات يعني لانها مرتبطة شوية لكن اه في ضيحة لو حد عالهم بس فرضنا اللي احنا انسانا وممكن يكون حد برضو يعني خريجها اندسة قديمة زي حالاته ونسأل الموضوع وجاية عام الموضوع لازم يكون فهم يعني 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 ايه? اه يعني اللي هو يعني 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 حتة كده هنتكلم فيها عشان لانه الموضوع ده معظم الاشتراطات اللي بتجي لك من الوزارة او بتجي لك من الهيئة اللي عزي اتسي او 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 اللي انت هتشتغل عليها اللي هشتغل عليها او حتى اه هتلاقي كلام لك لازم ادي بي كده فانت مش فهم عن ايه مش فهم عن ايه فلازم تفهم الموضوع ترجع تاني بقى لشغل سنوية او شغل مسلا اعدادة هندسة وتفتكر ايه ده معنى ايه? قال طبعا ده اختراعه شرك اه اه اللي هما اه ما اعمل بل ما اعمل بل طبعا الناس بتوع اه واخدين كده كزا كايزة نوبل كده والناس مشهورين جدا بتقول اختراعات اللي ممكن الو الدنيا يعني المهم هو يعني يقول لك ده من عن طريق اه ده مشهور جدا اه هو عبارة عن هبقول لك هو عبارة عن ايه? عن يعني ايه? انا عندي مسلا امبليفاير صوت. هيدخله اتنين واط. هيطلع منه ايه? ستة واط. زي ما في المسائل اللي كاتبه لك كده. طيب. ما بين والانبوت. تمام? ده بيطلع لك حاجة اسمها الجين. بس لها علاقة معينة اللي هم طلعوها بقى في ما عامل بل. قال لك الايه? اللي هو الجين. تمام? والجين ده ممكن يكون جين او لص. لو هو بالموجة بيبقى جين. لو هو بالسالي بيبقى ايه لص? قال لك عشرة لوج عشرة. البي او الستة زي مسلا قولي ستة. على اللي هي مسلا الاتنين واط. ده يطلع لك بالنتيجة ايه? دي بي. فازن هنا الوقتي لو ما اجي حسب الجين ده سواء اي اي شيء. اه سواء امبليفاير صوت او اشارة او اي حاجة. اه هنا الاتنين اللي هو الامبوت يبقى نحطه تحت البي امبوت والبي او اللي هو الستة. والعشرة لوج ايه? اه تلاتة. اللي هو كام? هيطلع معك لو حسبة قال لحسبة هيطلع معك اربعة وسبعة من عشرة ايه? دي بي. يبقى ايزا الدي بي? بتاع الجين بتاع ده كزا. طيب. فرض ما اللي هو عندك ايه? الكابل مسلا وهيحصل لص في الكابل. اي كابل اي اي اشارة ماشية في كابل هيحصل لص في فيه. يعني مستحيل لو خصوصا لو مسافات طويلة. وفي مسلا معوقف الكابل او كلام من ده فلازم يحصل ايه? اه لص في ايه? في الاشارة. فمسلا الكابل ده كان داخله عشرة ميلي واط بعد مسافة معينة ما مشى في الكابل ده بقى تمانية ايه? ايه ميلي واط. اللوس بتاعك ايه بقى? قال لك عشرة لوج عشرة. الاوبوت اللي هو مين بقى? اللي هو التمانية على الايه? على العشرة. فهيطلع معاك لو بتحسب الاقل حسب هيطلع معاك مينس ايه? تسعة وستة ايه. او بنت او. اه تسعة ايه? اه تسعة وستين من مية يعني دي ايه. ايه بقى اللوس بتاعك طبعه انا طبعه بالسالي بيبقى اسمه لو طبعه اطلع معك بالموجة بيبقى اسمه ايه? بيبقى اسمه جين. طيب. لو انت عايز بقى تجيب يعني لو عايز تجيب البي زير وعلى البي اي. لو انت يا ما سفردنا ان المعلوم بالنسبة لك هو الايه? يعني بتاعك مسلا الجين بتاعه خمسين دي بي مسلا. او ميت دي بي. وانا عارف حاجة من الاتنين لاما الاوبوت لاما الامت. فممكن اجيب الطرف التالت. فلو عايز تجيب ده بعلاقة راضية خلناها في السنوي. اللي ايه لو لو هتجيب ده في الطرف التاني. لو هتجيب ده من الطرف ده. وهتقوم ده يعني الايه على ده. هيقوم طلع لك ايه? عشرة قصة ايه على ايه? على عشرة. فالبي اوبوت على البي انبوت هيساوي عشرة قصة ايه على عشرة. معلقة دي مهمة جدا جدا وبتحل بقى مسائل كتير. هو بيقول لك ايه الفايدة بقى بحكايات الديسيبل دي انا? قال لك اه في دي مشتوح لك الاخر اللي عاملها. بيقول لك انا مسلا فرضنا ان المرتب بتاعي اه انا قلت لو هو معلوم هو قول لك مرتبي مسلا خمسمائة اا مسلا جينيه. طيب انا مش عايز اقول لك مرتبي خمسمائة جينيه. انا عايز اقول لك انا مرتبي اكبر من مرتب اخوية بخمس مرات. بس ده هو مين? اللي انا بقول له ريشيو انا مرتبي اكبر من مرتب فلان بخمس مرات. انا انا بعمل كعملية تكبير عشرين مرة. بس اتعرف المرة دي بكم? ممكن ما تعرفهاش. فهو مجرد نسبة. انا بقولك ان مقدار التجبير كزا. بس ما بقولكش بقى ايه? الكيمة الحقيقة كم ميلي وات او كم ميجا وات او كم كيلو وات او كلام من ده. لأ. انا بقولك مقدار التجبير اه عشرين دي بي. يعني هو بيكبر اه فرضنا يعني انا فرض طرق ده يعني طبعا مش عشرين برا. بس هو كيمة التجبير عشرين. طبعا في معادلة بقى تجيب لك الايه? الباقي. يعني في معادلة اللي احنا اتفقنا عليها ده. انا على خاصة عرفت ان ده عشرين. على ايه? على العشرة. يبقى كام يعني اتنين عشرة 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 اتنين. ولو انا عرف البي اوت او البي اموت هقدر اجيب الايه التاني. لو انا عرفت مسلا البي اموت بتاعي وده في الغالب بيكون معروف. ممكن اعرف الايه? البي اوت بتاعي. حلو او الكلام ده. اه بيقول لك كمان مزة الكصة ديا ان هو بيسهل لك الارقام. يعني مسلا تخيل ان الستين دي بي. الستين دي بي. اه كان بي اكس بيرس اللي اللي هي بايه? بان مليون يعني واحد مليون ممكن يمثل بالايه? بالستين دي بي. وانا اMagحن شوف ازاي نحول ده. الباور ريشو للواحد على مليون تمام بمايناس ايه? مستين دي بي. الكوادريليون بمية وخمسين دي بي. في ايه رأيك لو انا �تبت مية وخمسين دي بي. ولا كتب كوادريليون 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 لا. طبعا تكتب مية وخمسين دي بي اسهل. انتم و Jeanette تغلط في صفر الاسفار دي المينس اه مية وخمسين دي بي يعني واحد على كوادريلين وهكذا والسيبتوليون واربعين وهنشوف ازاي نحسب الايه? الكصص دي الوقتي. فازن هو بكمان من المميزات انك تقول ان الموضوع ده بتكتبه بالديسبل بيوفر لك جدا انك بالارقام الكبيرة ممكن تختزلها في ارقام ايه? في ارقام صغيرة. عشان هنحن نستخدم لغة اه هنا بيقول لك مثال اه بقول لك انا عندي بقول لك اه هنا بقى بقول لك لو اللي انا عارف ان بواحد ميلي وات. تمام? وانا عارف مقدار التجبير بتلاتة. مقدار التجبير بكام بتلاتة اللي هو الجين بتاعي بايه بتلاتة ايه دي بي. يبقى ازا القعدة بتقول لك عن الحسبة هيطلع معك حوالي اتنين ايه اتنين اه آآ آآ ميلي واط واحد وتسعة واحد وتسعة من عشرة كام ميلي واط. ده لو انا عرفت لو كان بكام بواحد ميلي واط. وده لو لو هو واحد ميلي واط بحنا نتكلم في اللي احنا هناخده كمان شوية. طيب تا كلام جميل اول. بقول لك انا اه دافس كامل اللي احنا قدمنا شوية. لو احنا لو انت عارف لو انت عندك الوحدة الاساسية اللي تعرفها للدخل بتاعك بواحد ميلي واط يبقى احنا خلاص بنتكلم في ايه? في دي بي ام. يبقى ازا ان احنا عارفين بكم? بواحد ميلي واط. يبقى عشرة عشرة على ايه? على واحد اللي احنا عارفين. الام دي معناها ميلي واط يعني. الام اللي دي بي ام معناها ميلي واط. لو انت تنسيت هتفتكرها بيها. ونفس الكلام لو احنا جيبنا على البي امبوت البي امبوت بقى خلاص هو واحد هيبقى عشرة قص عشرة على كام قص ايه على ايه? عشرة لان خلاص مفيش اصلا بي امبوت بس طبعا النتيجة تطلع معاك بالايه? بالميلي واط. فبقول لك ايه يوني اه التمانين اللي هي ايه? اه اللي هي الجين بتاعك. اللي هو الايه? على عشرة اللي هو تمانية. يبقى ازا ده هتساوي عشرة قصة تمانية كام? اه ميلي واط. يعني عشرة قصة خمسة واط طبعا احاولها بالكيلو يعني هتساوي ميت كيلو ايه? ميت كيلو واط. طبعا اه دي سهلة تأكد انت تعرفها. اله اه هنا في القصة دي بيقول لك اللي لو عندنا التكبير بسبعة وعشرين يبقى عشرة قصة سبعة وعشرين على عشرة يعني هتساوي عشرة على قصة اتنين وسبعة من عشرة. هيطلع معاك النتيجة خمسمية واحد اه خمسمية واحد واحد من عشرة ميلي واط. يعني تقريبا ايه? خمسمية ميلي واط تقريبا. يعني الارقام دي مش هتفرق معنا. اه نفس الكلام اللي هو بالمينس. نفس الكلام اللي تطلع نصر. مما تلاقي ايه? الموضوع سهل بقى حسبة جدا ايه? تجيبه الارقام دي معك. طبعا معنا. بس احنا عارفين. لو قال لك يا خلاص احنا عرفنا بواحد ميلي واط. بواحد ميلي واط. اه هنا بيقول لك يعني لو انت عندك ازاي تحولها بفيه طريقة كده ايه? يعني اه يعني هي مش هندسية قوي بس هي طريقة سريعة انك تحسب بقى ل concurrentها ديا? قال لك لما تشوف عشرة دي بي معناها تضرب في عشرة. لما تشوف ماينس دي بي معناها انك تقسم على ايه? على عشرة. لما تشوف تلاتة دي بي معناها انك تضرب في تنين. لما تشوف تلاتة دي بي معناها ايه? تقسم على تنين. وتحاول تعمل توليف هتلاقي الرقم لازم تحوله ما بين عشرات وثلاثات. هيجيب لك بعض الامثلة تتواسيت سهل لك الموضوع. اه هو طبعا ده بتلك ان ليه العشرة يعني هنا بيقول لك اهوا اه مسلا تعال على العشرة ليه العشرة بنضاف عشرة اهو قال لك اه لو انا خدت العشرة الايه البي اوبوت على البي ان هتساوي عشرة على ايه على كام? اه على عشرة صح? طب انا عارفها بواحد ايه? بواحد اه اه انا عارف الجين بعشرة عشرة 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 بكام بواحد فازن ده يطلع كام عشرة عشرة واحد بكم بعشرة يبا ازا العشرة تضرب في كام فعشرة طيب لو كانت مسلا تلاتة فين التلاتة عشان التلاتة دي تطلع باتنين اهي كان هو كاتبها تحت كان معادلة مكتوبة تحت اتشوفت بقوض حال لكم اه لا مش مكتوبة للأسف يعني لو جيت انت تشوف التلاتة التلاتة باتنين يعني نحط هنا كام ايه قس تلاتة على كام على عشرة يعني تلاتة بكام تلاتة من عشرة تشوف الرقم ده لو عشرة قس تلاتة من عشرة هيطلع لك تقريبا كام واحد وتسعة من عشرة وتسعة اللي هو تقريبا كام اتنين اه تعال بقى شوف بقى الطريقة اللي هو عملها ديا بيقول لك مسلا الواحد هتساوي عشرة ناقص اه تلات تلاتات اللي هي تسعة يعني تلاتة وتلاتة يبقى ازا ده بيساوي واحد فازن لما شوف عشرة هقوم ضرب في كام في عشرة. هشوف تلاتة هقوم ضرب في كام في اتنين في اتنين في اتنين. طبعا المينس هيبقى زي ما هو. يعني هيبقى مينس اتنين مينس اتنين. مينس اتنين يبقى عشرة في مينس تلاتة في مينس اتنين في مينس اتنين في مينس كام اتنين. اه التلاتة اه مسلا اللي اتنين. قال لك تلاتة زي التلاتة زي تلاتة دولار بتساوي كام? تلاتة وقتا ستة? آآ ستة وستة كام اتناشر? اتناشر ناقص عشرة كام? آآ اتنين. يبقى ازا ان ده رقم صح? التلات طبعا هي تفضل زميلة تلاتة. اللي اربعة قالك عشرة ناقص كام? ناقص ستة اللي هي كام تلاتة زائد تلاتة. بقى ازا النتيجة تبقى اربعة. فده طالما ان انا حولت رقم فكيته لعشرات وتلاتات. بفكر الرقم لعشرات وكام? وتلاتات. بس قالك ايه? ما تحاولش تخلي التلاتات كتير يعني ما تزودش عن خمسة. ما تزودش عن خمسة عشان ايه? ما يطلعش معك ايه? يعني كبير. لان التلاتة فاتة قريب. آآ عايزين نجيب بقى امثال. آآ قالك انت عندك الوقتي ده واحد واربعين دي بي ام. الواحد واربعين ده ممكن اعمله ازاي? قالك عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة. ناقص تلاتة ناقص تلاتة ناقص ايه? ناقص تلاتة. آآ الخمسة وعشرين انا عايز مثال آآ يكون واضح في القصة زي اتحولت. آآ ايوة بالزبط كده. قالك هنا الستة تلاتة زائد تلاتة صح? فقالك هنا هضرب في اتنين. واضرب كام? في اتنين. يبقى اتنين في اتنين بكام? باربع يبقى لاربع كام? اربعة مليون. السبعتاشر قال لك عشرة زائد عشرة نقص ثلاثة. يعني عشرين نقص ثلاثة تسوي عشرين نقص ثلاثة تسوي سبعتاشرة ده كلام مزبوط جدا. فقال لك هنا العشرة العشرة هضرب في عشرة. والعشرة ايه? هضرب في عشرة تنين يبقى عشرة في عشرة بكام في مية سامعة الاتنين هتبقى خمسين ايه? خمسين ميلي ايه? طيب اذا السبعتاشر دي ايه السبعتاشر دي بي. لو انا واحد اه ملي واط. لو لو ما ينفعش حاجة غير تانية غير كده. طبعا تكلمت على دي لازم تكون في الماغي. اني الايه? اني ده. اه جاب لك رقم كبير قوي. اه طبعا فيها طبعا ممكن على الفئة حاجات بتحسب ديها بسهولة جدا يعني. في حاجات على النت بس لازم تكون فاهم. لازم تكون لازم ترجع تاني تزاكر يعني. لكن انت ممكن تروس عشرات تمام? اللي هي المية يعني. اللي هو مية مية تمانية وتلاتين. انا ممكن تحط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اده كده الايه? العشرة والتلاتين هتحط التلاتين بتاعتها. وهتزود هتقولي عشرين اه ناقص كام اه اده تلاتة وقتا ستة ستة تمانية لها تمانية. اه عشرين ناقص اه اه عشرين ناقص اتناشر عشان يديك كام? تمانية. وبعدك هتقوم بايه? طبعا كل مية ناس عشرة تقسم على عشرة. مية ناس عشرة تقسم على عشرة. مية ناس عشرة ايه? في اتنين. فالمهم ده هيطلع معاك في الاخر. بعد ما تجيب تود تجمع وتود تضرب 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 معاك. هيطلع معاك ستاشر في عشرة قصة مينة ستمنتاشر ايه? وط. ده طبعا ممكن تعملها بقى لحاسب انت ايه وتشوفها? طبعا ده بيقول لك اه حاجات مش يعني الميلي والميكرو والنانو والبيكو وكلام من ده. طبعا حاجات ده كلها جداول موجودة على النت. ويباح بيجيبها الساعة حتى لو نسلاها بيجيبها على طول يعني عن طريق الانترنت. اه المهم بقى عندي كمان هنا دي مهمة جدا والدي بي دي. ويكاد دي معلومة مش ناس كتير ما تعرفهاش. يعني مرتبطة شوية بالانتنز. المهمة ليه? لانك الاشتراطات اه الاتصالات او اشتراطات او اشتراطات اي منظمة هتشتغل عليها او هتاخد منها باند معين او كلام ده بيقولك ان لازم مسلا يكون المعامل التكبير بتاع الانتنة مسلا بتاعة او بتاعة النود. اه اللي هو بتاع او النود مسلا لا تزيد عن كزا عن مسلا عن اتنون ونص دي بي اي مسلا. فانت بشعافي عن ايه دي بي اي اصلا. تعالي اعرف بقى يعني ايه? دي بي اي. قال لك اللي عندك فيه حاجتين بالانتنة بتكلم فيها على دي بي اي او دي بي دي. لو احنا منتكلم على حاجة اسمها اه هو ده بعم دي نقطة وهمية دي ات نقطة وهمية اللي هو معلم عليها ديا. نقطة وهمية بيعتبر ان لها كطب الارض تمام? وكل اللي ما حواليها ايه? مجال الايه? مجال زي يعمل زي كرة الشراب كده بتاع تنفها بالحبل. ده مجال ايه? ده المجال اللي حواليها يبقى ده الكطب وده الايه? المجال اللي حواليها. وده نقطة وهمية ايه? اللي هي الايزوتروبك ايه? الايزوتروبك ايه ايه بوينت يعني. وده مصدر الاشعاع بتاعه. فهو بيفترض ان ده ان يكون ده الايزوتروبك بوينت اللي هو الوامي ده. وده الايه مجرد الاشعاع ايه بتاعه. طب الدي بديه اللي هو الديبل. بتبقى شبه الدونتس كده. آآ بيعتبر ان هو ده المركز بتاعك. اللي هو الخط ده. تمام? وشايف النقطة دي. والتاني بيقعد يلف حواليها زي الايه? زي الكحك كده. بيكون الريديشن بيكون على على هزي على هزي الايه? على هزي الايه? على هزي الهيئة. آآ كده كلام جميل. فانت فقال لك بقى ايه الفرق بين الديبي اي والديبي دي? الديبي اي بيكون اكبر من الديبي دي من اتنون وربع. يعني مثلا لو انت عندك لو انت قال لك حاجة يعني مسلا ممكن يكون الانتنة بتاعتك اه دايبول مثلا. وهو بقول لك الاشتراطات كزا فانت تقوم طرح منها اتنين وربع او مزود على اتنين وربع حسب ما انت ايه ما انت عارف فهم الفرق بين الاتنين ايه? اتنين وكم وخمستاشر ايه? من مية. آآ فده مهم جدا تكون عارف يعني ايه ديبي ايه? وديبي دي عشان الاشتراطات تكون فهم ان هو ده الجين بتاع مين? بتاع الانتنة. آآ والديبي اي بيكون اكبر من ديبي دي. ده حاجة كده في ايه? كريفرنس او كطريقة اشعاع للآآ للانتنة بتاعتك. آآ بيكون ايه? آآ على هيقة زي ده او على هيقة زي زي يا دي بتعمل حلقة كرة كده. ويكون ده المركز بتاعها. آآ ودي نقطة وهمية اللي هي الايزوتروبيك دي بوين تنيا. آآ فلازم تكون فهم القصة دي معاك. والديبي ايه عشان تحولها المعادلة ايه سهلة خالص? دي بي اي بي ساوي دي بي دي زائد اتنين وخماش شار ايه? من ايه? آآ نيجي على السلايد اللي بعدها. آآ آآ دي سلايد مهمة جدا. بيقول لك في روله. آآ طبعا زي فاكرة ما كنا بنتكلم في المحاضرات الاولى. وقلنا ان لو المسافة بين الجيتوي والنود في مسافة مفتوحة ممكن يدي معاك خمس واشر كيلو وممكن يدي معاك آآ داس وصلتها لسبعمية وفي ارقام كياسية وموجودة عن نت يعني تقول لك ده استفتخر انها عملت وصلت الرقم معين ما بين النود الجيتوي عن طايل اللورة يعني. لكن تخيل ان انت في آآ في بيئة حضرية مثلا زي مجتمع عادي في وسط المدينة في ابراج وفي شجر وفي جبال او في مرتفعات حسب البيئة اللي انت فيها. ايه بقى اللي بيحصل في ايه? اه في الاشارة. اكيد طبعا في حاجة اسمها لازم يكون بيحصل ايه لصول دي له معادلة بتتحسب ايه بها? هتزكر في دي معادلة سهلة خالص. مفيش فاهم مشكلة. اه قال لك ان الاشارة ممكن تكون في انواع للاشارة ممكن لو فيها في حاجة اسمها يعني على طول احنا جيتوي يعني في وش النود مفيش بينهم اي حواجز هيقوم على طول ايه? لكن ممكن يكون في ايه? اه قال لك بقى ايه? في حاجة اسمها الفريسنال ايه? الفريسنال زون. الفريسنال زون ده هتتاخذ بالتفاصيل في سلايز جاية. الفريسنال زون هي دي الشكل البيضاء والالبساوي ده. ان هو بيه بيه ده المجال اللي بيحصل فيه ايه? الاشعاع بتاعك. وطبعا في معادلة كده ما بين الديستنس ما بين الجيتوي وكتر الايه? وكتر? الالبس ده. يعني كل ما المسافة تبعد كل ما الكتر ده ايه? كل ما الكتر ده يكبر. وطبعا لو جي حواجز جواه هت ايه هتداق بالعكس ده هو حتى لو الحاجز ده وصل للارض هيعمل له مشكلة يعني هيحصل يعني تخيل لان الفريسنال زون وصلة للارض اهيه? فلان الكتر بتاع الفريسنال زون زاد فممكن يخبط يعني يعمل في الارض ويعمل ويجي الاشارة ممكن يؤثر على الاشارة الايه? على الاشارة الاصلية. ممكن بالسلبة وبالاجاب. يعني ممكن بالسلبة وفي الغيب بيكون بالسلبة. قال لك partly. ممكن يحصل عن طريق يعني لو عن طريق الابنية ممكن يعدي يعني ممكن عن طريق الابنية ممكن يعدي عن طريق الشجر بس طبعا ده بيقلل جدا. من العمل لص عميكون في وكلام ده بيعمل لص اكبر. الشجر اقل طبعا. المونتين ممكن تحجيبها خالص. تمام? لو ما فيش ولكن ممكن يحصل هنتكلم عنه كمان شوية. لكن الممكن لو هو جاب العالي قوي قوي والاندنود واطية خالص ممكن ما ايه ما قداش توصل لمين? الممكن هتأثر طبعا. لكن طبعا مش بنفس تأثير المباني. بنفس تأثير الايه ده. لكن ايه الاشارة تيجي على المبنى وتنعاكس منه وتخش على الايه? على الجيتوي. ايه? قال لك فيه هنا ايه? حاجة اسمها يعني الاشارة ممكن توصل من هنا على طول مباشر وممكن توصل من المبنى الايه? للجيتوي. وده طبعا بيأثر على الاشار. اه ان هو يوصل له كزا اشارة في نفس الوقت. ممكن يحصل ايه? تعاكس بينهم? وده يأثر عليه. فطبعا كل مكان المبنى واسع المكان واسع ما فيش في مباني كتير كل مكان افضل. لكن لو هو انا في عندك كده قاعدة قلنا في خلف. لو انا جوه المباني يبقى ايه? لازم تكون المسافة في حدود اتنين كيلو. لو انا برر المباني اكبر من خمسة كيلو. لو انا لو انا في طريق واسع زي مسلا طريق اسم عليها الصحراوي او كلام ده برر المدينة. فممكن اوصل لكام لرقم معين. لو انا بقى في صحراء ممكن اوصل لرقم ايه? اكبر او عفو بحراء او كلام من ده. اه هنا بيقول لك في حاجة اسمها الايه? زي مسلا هنا عندي النود عالية شوية. فممكن تيجي تمشي وتعمل ايه? بتاعك تعمل انحناء وتخش على الايه? على لكن لو مباشرة مش هتخش على الايه? على بتاعك. فهو هنا بقى تبيقول لك في طريقة ممكن بقول لك فيه اللاين افصلاة اللاين افصلاة هعطول مباشرة وفي سروق يعني ممكن يعني يختارك المبنى ويعدي وعن طريق الانعجاس وعن طريق اللي هو الايه? الانحناء اللي ايه ممكن ايه? يحصل. اه اه طبعا دي جاب لك المعادلة بناخد طبعا مش هنجد بك بقى تكملات وتفاضلات ونقول نحسب الايه? القصة دي. اه قال لك بتساوي اتنين وتلاتين واربعة من عشرة. اه زائد عشرين اه ضرب اه دي اللي هي المسافة ما بين النود ومسافة بين الجيتوي. والفي اللي هو الموجة الحاملة بتاعتك اللي هي تمانية ستة تمانية مسلا لو وتشغال فوق ربا. وتضربها في الايه? في الكصة دي هي تطلع لك الايه? الفريزبيس طبعا كل مكان قليل كل مكان ايه? افضل. طب هتلاقي هنا مسلا في الواحد كيلو في الواحد من عشرة كيلو متر. هيطلع معك مسلا ان اللص بتاعك ايه? اه واحد وخمسين. طب في الواحد كيلو متر هيطلع اللص بتاعك كام? واحد وتسعين. فطبعا كل مكان قريبة. اه كل مكان ايه? كل مكان اللص بتاعك ايه? اقل. اه 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 يمكن دي نهاية السلايد اللي انا لكت عايز اتكلم عنها وان شاء الله بازن الله نحاول اه نتكلم بقى على الفريزنال زون والقواعد بتاع الفريزنال زون وزاي نحسب بتاع الفريزنال زون وازاي نتلافى انها تعمل اه مع اه ان شاء الله في السلايدات جاية اه نتكلم ايه عن الموضوع ده باستفادة بازن الله. شكرا جزيلا.